ترجمة نانسي قنقر 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 من رجال داود جرى على يؤاب اللي هو ريسه وقال له هو متعلق في البطمة قال له ما قتلتوش ليه قال له لا الملك وصاك ووصانا كلنا وإحنا سمعنا كلنا بودانا ترفقوا ليه بالفتى إبشالهم وأنا لو كنت قتلته أنت أول واحد هتجري على داود الملك وتديني يعني تزريني رح يؤاب ما سكادش رح واخد تلت سهام ورشئهم في قلبه وعلشان يضايع الجريمة والبصمات رح جاب تلت عيال عشر غلمان وكل واحد نشن بسه على إبشالوم رغم أنه كان حي ورحه أتله أخي ميعص ده كان غاوي جاري وكان بيحب داود جدا يؤاب زمر عطى نفير إن الحرب انتهت ونفير النصرة فأخي ميعص قال لي يؤاب وقال له أنا عايز أروح أبشر الملك قال له أنت لست ببشارة تبشر على إيه تبشر بإيه تبشر بحاجة عادة الثاني قال له لا لازم أروح أبشر قال له لما تروحش ورح جايب يؤاب واحد كوشي من هم بتاع الحبشة السود وقال له روح انت أبشر الملك الكوشي جار بدر أخي ميعص قال له أنا عايز أجري وأروح قال له لا قال له أجري قال له أجري جار وراه أخي ميعص كان ليه جارية كده مميزة بيزق في جاريته لكن كان سريع جدا ويظهر هو خرم من حتة فوصل قبل قبل الكوشي داود من ألأو كان مخلي واحد رقيب اللي هو ما كانش زمان فيه منظرات معظمة ولا كان فيه أي حاجة كان بيجيبه واحد عنيسة قبة وبتشوف من على بعد علشان لو فيه جيش جاي عدو ينبه الجيش الحالي من ورا الصور المدينة والحاجات دي فكان بيسمون رقيب اللي بيرائب يعني فقال لداود أنا شايف واحد جاي بيجري وبعد شوية قال له دا جاي بيجري فداود قال لي بجايب معه بشارة صالحة بشارة فقال له دا باين عليه أخي ماعص لأنه ليه زكة كده يعني كان معروف في جريته قال له هذا رجل صالح والرجل دا ليه يعني بشارة جيدة فجاله التاني بيقول له أعداءك ومش أعداءك وقال له أسلام للفتاة بشلوم أخي ماعص ما قدرش يقول له حاجة قال له أنا ما أخدتش بالي كان ناس كتير وشعب كتير شويتين الرقيب قال له في واحد تاني جاي بيجري فجاله قال له سلام يا ملكه وبتاع وإحنا كل أعداءك تهزف قال له أسلام للفتاة بشلوم قال له كل أعداءك بما فيهم الفتاة بشلوم راحوا يعني تحت رجليك بكى داود على ابنه وقال ابشلوم ابشلوم ابني وكان قلب يوجع جدا داود على ابنه ابشلوم في الحقيقة الإصحاح بيقول أولا كلمة ابشلوم تعني سلام الأب لكن للأسف ما كانتش كلمة على مسامة أبدا يعني اسمه بشلوم لكن هو زل أبو وتعبو وحربو وزن مع سرريرو يعني كم بهدل أبينا داود داود وأحصى داود الشعب الذي معه وجعل عليهم رؤساء ألوف ورؤساء ماءات لأول مرة في التاريخ تقريبا اللي عمله داود النبي في تقسيمة الجيش والشعب لغاية النهاردة ماشيين إحنا بيه تسمع الجيش الثاني الجيش الثالث الجيش الأول دول في المقدمة دول في المؤخرة هو عمل نظم أول واحد في التاريخ ينظم الصفوف جاب ألف عمل عليهم رؤساء وجاب ميات وعمل عليهم رئيس وهكذا وقسم الدنيا كلها على تلاتات ناحية تنظمية وحط ولاد أخوات أخته اللي اتنين يقابوا بشاي كل واحد على جزء وقتاي الجتي وقتاي الجتي دا راجل اللي اعتقد غريب مش من العيل الجتي يعني من جتك بلد جليات فحطوا لكن كان بيسق فيه جدا وقال لهم وقال الملك للشعب إني أيضا أخرج معكم إني أخرج معكم داود قالها لأنه تربى قبل كده داود من كم إصحى حساب الجيش يطلع يحارب وهو طلع فوق السطوح وكانت الكارثة الكبرى في حياته وقع في خطية نجاسة قصية جدا والخطية دي جر جرته لكذب وجر ريته لقاتل لو فاكرين فيه السطوح مع أمرأة وريال حس فتعلم داود قال لأ بدل الجيش طالع أنا أطلع معاه لكن الجيش خاف عليه فقال لهم خلاص اللي أنتوا عايزينه سلم أمره لله وقالوله ما تخرجش أنت علينا وأوصى في العدد خمسة وأوصى الملك يقاب وإبشاي وأتاي قائلا ترفقوا لي بالفتاة إبشالوم وسمع جميع الشعب حين أوصى الملك جميع الرؤساء بإبشالوم ترفقوا لي بالفتاة إبشالوم يعني عشان خاطر أنا اترفقوا بإبشالوم اللي هو اللي تعبني إذا كان داود بيقول لرؤساء جيش وترفقوا لي بالفتاة داود أعتقد الروح ربنا في داخلنا تمال يقول لنا ترفقوا لي بالخطاء تبقاش قاسي على خوك الواقع في خطية ما تبقاش قاسي على شخص ضعيف مقصور مزلول من إبليس أترفق عليه مبصلوش كده نظرة إن دا إنسان خاطئ وشرير وأنا اللي بار وأنا اللي كويس وأنا اللي بحضر جنيسة وأنا اللي بتناول نقطة حطها في دماغك ترفقوا لي بالفتاة إبشالوم والروح ربنا بيقول لك ترفق بإخواتك الضعفاء إخواتك الخطاء تبقاش أنت جاي اجتماع شبان ولا جايين عشية وعارف في فلان وفلان راحين الخمارة يسقروا ويسهروا ويبقى قلبي كده إن أنا أحسن منهم لا ترفق عليهم ربما هم يتوبوا ونقع هم ما أمش فترفق بالناس دي عشان ربنا يترفق بيك وسمع وخرج الشعب للحق للقاء إسرائيل وكان القتال في وعر إفراهم وعر يعني حتة وعرة جبال على غبات على شجر على حتة تحت فوق يعني ما كانتش الحكاية سهلة في وعر وعر إفراهم فإنقصر هناك شعب إسرائيل أمام عبيد داود وكانت هناك مقتلة عظيمة في ذلك اليوم قتل كتلة عشرون ألف واحد تقتلوا وكان القتال هناك منتشرا على وجه كل الأرض يعني المعركة كانت صعبة جدا جدا معركة عنيفة وزاد الذي أكلهم الوعر من الشعب على الذين أكلهم السيف في ذلك اليوم يعني الناس اللي ماتت من طبيعة المكان ماتوا أكتر من الناس اللي تقتلوا بالسيف وكأن الطبيعة مش ربنا بس اللي غضبان على إبشالهم الطبيعة نفسها الطبيعة نفسها غضبانة على إبشالهم طبيعة نفسها غضبانة على إبشالهم عشان كده قتلت له الجيش بتاعه عشرين ألف من المعام وصادف إبشالهم عبيد داود وكان إبشالهم راكبا على بغل فدخل البغل تحت أغصان البطمة العظيمة الملتفة فتعلق رأسه بالبطمة وعلق بين السماء والأرض والبغل الذي تحته مر حاجة عجيبة جدا يعني لما تقرأ العدد المعرقة دي تلاقي إبشالهم لوحده إبشالهم لوحده مين جنبك يا إبشالهم دا أنت رئيس جيش وعمل انقلاب وجماعة إسرائيل كلها وكان عدد الناس اللي مع إبشالهم أكتر من اللي مع أبوه داود فين ماشي لوحده طب حصل لك قال لك كان راجب على البغل فرحان بشعره فتلف في الليه في البطمة اللي هو شجر البلوت كان يزر جنبه بعض كده وانفروع كتير راح لقطة طب دا أنت إبشالهم كنت بتفتخر بشعرك وكل سنة تسيبه ويكبر وتروح توزنه كان بيعمل 200 شاقل يعني حوالي 2 كيلو ورب أو وزنه مع أن الشعر تقريبا بيبقى خفيف يعني يبقى أنا الحاجة اللي أنا بفتخر بيها واللي أنا بزن إن أنا كويس فيها هي دي أنا بسقط فيها هي دي بتكون سبب موتي في الخطيئة يعني أنا ما أكون مثلا شماس وأقول أنا صوتي حلو وحفز ألحان وبتاعه مش عارفة كل لما هذا الافتخار وانتدي أنسا أساسا الشموسية دي علشان أسبح بها ربنا والناس ترنم معايا أفضل أفرد عضلاتي وا 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 وافتخر افتخر افتخر دي ما تدخليش السماء أقع من هنا وده مبدأ إحنا عارفين نقضع فينا لما بنقع بنجري بسرعة وبنقوم لكن الحاجة اللي أنا فاكر نفسي فيها قويس وقوي وبتاعه ما يهمنيش أي دي اللي بتكسرني وتلاقيني وقعت مغير محس فالشعر بتاع بشلوم كان موضوع افتخاره وهو ده اللي موته كرارك بشلوم بقيت معلق بين السماء والأرض بقيت معلق زي السماء والأرض خدت صورة الشيطان اللي هو لا طال السماء ولا طار أرض خدت صورة الشيطان تعلقت طب فين الناس فين شعبك اللي ما تتكل عليهم ده حتى البغلة أنا يعني ما تقرى العدد تمانية العدد تسعة والبغل الذي تحته مر الله ده انت راكب عليها ازاي مر فهو يعني يعني عايزة اقولك لو انت مستند على حاجة على فلوس على شخص على مركز على اي حاجة هتمر من تحتيك احتها في دماغك ان التكن نتكل على الله لان ده هو عمره عمره ما يخلى بينا ابدا حياتي كلها لما تكون مبنية على ربنا هو تصخرة لكن لو حياتي مبنية على شخص شخص هيموت او هيغضب علي لو مبنية على فلوس الفلوس بتخلص ما بتنفعنيش لو انا عندي مال ارون وجالي كنصر في المخ ولا في اي حتة يقولك قدامك اربعة ايام وتموت ولا كذا مش هتنفعك بحاجة هتمر هتمر من تحتك هو هنا في عدد تسعة بيقولك وصادف ابشلوم عبيد داود صادف عدف يعني صادف وكان ابشلوم ركب على بغل ودخل البغل دخل البغل نفسه تحت الاقصاد يعني حتى مش ابشلوم اللي عمله وبعدين دا تعلق والبغل مر حسيتك ان دي ارادة ربنا ربنا اراد له كده قال له تعالى حبيب بقى وقتك خلص تعالى انت اللي عملت قتلت اخوك هامنون وانت اللي جيت ضد ابوك وانت وانت وقتك بقى انا فصصك بقى صادف صادف ايه عبيد داود يعني ما قالكش حتى الكتاب وقابل عبيد داود لا صادف واحنا ما نؤمنش بحاجة اسمها صدفة كل حاجة ترتيب الهي يعني مايجي واحد يقولك انا قبلت فلان بالصدفة لا لا غير المقولة دي المقولة الصح بتدبير ربنا قبل تفلان ربنا رتب ان انا شوف تفلان ربنا رتب ان كان في مبلغ كذا وجالي ربنا رتب ما تقولش صدفة ما فيش الصدفة فاذا ده طريقة ربنا ان هو لما جاه يعمله وعدين ما فيش ولا واحد يخلصه ولا شخص يعني ده لو لو في شخص واحد كان على الاقل رفعه كده ما كانش يقع بس عدد عشرة فرقاه رجل اخبر يقاب اني قد رأيت ابشالون معلقا بالبطمة رح ليقاب الراجل ده وقال له انا لقيته فقال له ليه ما ضربتوش فقال له لا ده انا لو ضرب الملك قال لا يعني ما تكسرش وصية يا يقاب يقاب رح واخد ثلاث أسهم ورح رشئهم في ابشالون وبعدين جاب عشر غلمان ورشقوا كل واحد سهم فيه وهو حقيقان فموتوه موقف يقاب يقاب ده كان قائد جبار شديد لكن كان مقار ما كانش مخلص لدعود أبدا كان مقار كل همه كل همه ان هو يبقى رئيس الجيش الحاجة الوحيدة اللي حسنة فيه ان هو ما طمعش في كرسي ابوه خاله اللي هو دعود قال وبس ابنا بأنا رئيس الجيش وكان كل شوية والتانية يعمل البدع لما انتو شفته ان هو يكون رئيس للجيش النقطة التانية لحركة قتل ابشالوم دي بيلت لدى ان هو مستصغر داود النبي مستصغره ما عملوش حساب داود نبهه ونبه ابشاي وابشاي الجد ودام الشعب ترفقه بالفتى ابشالوم تيجي انت تروح وتقتله عمدا يبقى قصر وصية القائد العالى القوات المسلحة يعني بالضبط كده لما تعطف اقر هو يقاب دا ليه بردك اصر يقتل يقتل ابشالوم فاكرين لما هو صلحه على ابوه يقاب راح جاب ابشالوم وصلح على داود وداود قال له طب خليه يركع هم مش عايز اشوف وشه سابه ثلاث سنين تقريبا فجاه جاي ابشالوم قالك وانا يعني جابوني وركنني كده على الرف فبعت ليقاب يقاب قالك دا حيروح يقول لي صلحني على ابوه وخليني بقى اروح وخرج واطلع واعمل فمرضاش يسأل فيه ابشالوم شرير وردك رمز للشر راح حرق ليقاب الحقول الشعير بتاعته راح يقاب جاري عليه فيه ايه تحرق ليه كده قال له انا قلتلك تعال يعني شوف عشان يخليه يجيله راح حرق له الشعير يقاب شلهله في قلبه وقعدي رقد هله فطبعا ما انتقمش منه في ساعتها لكن لما جات له الفرصة راح مخلص عليه انت مش حرقت لي حقولي قبل كده طب خد ولا حد يقدر يكلم فده اللي حصل ليه وبعد ما قتله ضرب يقاب بالبوك فرجع الشعب عن اتباع اتباع اسرائيل لان يقاب منع الشعب قبل ما نقرأ العدد 17 نقرأ العدد 18 بيقولي 18 وكان ابشالوم قد اخذ واقام لنفسه وهو حي النصب الذي في وادي الملك الملك لانه قال ليس ليه ابن لاجل تسكير اسمي ودعا النصب باسمه وهو يضع يد ابشالوم الى هذا اليوم ابشالوم كان ليه ثلاثة عيال والثلاثة ماته فقعد من غير عيال خالص قال لك انا ابني ذاتي بقى انا عايز اخلد نفسي في التاريخ انا ملك كده رح بنن نفسه نصب تسكير عشان يدفن تحدي بيدور بالجسديات على نفسه وحياته زي ما انا اجا اقول ايه على يعني الكنيسة كده عشان تحس بيا لازم اعمل شوية حاجات وبصمات والناس تبقى عارفة مين فلان ده بالصبت عشان لما موت تبقى قدامهم دي قدامهم دي قدامهم دي قدامهم مش بفكر في ابديتي ان لنا بناء اخر في السماء لا ابني على الارض ابني شوية طباب قدام الناس يبن مجد كده وعدين يدمح ال ابني لنفسي وهم اوهم بيه نفسي واوهم بيه الاخرين كمان اوهم الناس يا سلام على القداسة يا سلام على العلم يا سلام على المعرفة يا سلام على السلوك يا سلام يا سلام وافضل بعد ما ابني كل ده دي ما تفرحش قلب ربنا قلب ربنا عشان تفرح ابني في داخلك علاقة بينك وبين ربنا اقول له ربي زود ايماني زود ايماني ده ابونا حلو كنت بتكلم مع الاخ مكرم بقول له احنا الى الان لم يصل ايماننا الى حبة الخردل عايزين نزوده حتى توصل لحبة الخردل صدقوني خلي يبقى ده نصب لنا نصب تسكاري لنا ان انا يكون قلق ربنا هو اللي في قلبي هو اللي منصوب في قلبي مش انا اعمل لنفسي مدفن بالرخام والبتاع المسيح له المجداد اعمل المدفن ولكن من بالرخام من بره جميل قوي ومن الداخل عفن ونجازة يبقى اذا لو انا عايز اعمل لناس من نفسي نصب اخلي من الداخل طهارة وقدازة وخلاه سبع سنين في الغابات تائها قاربا تزعل كل ما تبني نفسك لربنا وكل حاجة لربنا طيب حصل لك ايه بقى نقرأ احنا قرينا 18 حنرجع ل 17 واخذوا واخذوا ابشالوم بعد ما موتوا عملوا في ايه طرحو ابن الملك بدل ما يبقى مكرم طرحو يعني رموه كده فين في الوعر في الجب العظيم عملوا حفر عظيمة جدا جوا الوعر وراحوا رمينه واقاموا عليه رجمة عظيمة جدا من الحجارة وهرب كل اسرائيل كل واحد لخيمته يعني كل اللي معاه كل واحد سابه في بلوته وراح الى خيمته ادي الخيبة ادي الخيبة كنت عايز مكت ربنا عايز تتذكر ربنا هيذكرك او بس رمز للخيانة وللغدر رمز سيء مش ابن ملك يتعمل له جنازة ويتعمل له مهابة ويتعمل له كذا ويتعمل له كذا فالشخص اللي بيبص النفسه في الاخر ربنا ما بيمجدوش ابدا وقال اخي ميعز ابن صادوك دعني اجري فأبشر الملك لان الله قد انطل رقم له من اعداءه عايز بقى اخي ميعز قالبه كان حلو وكان بيحب داود وعايز يروح يبلغه لكن يقاب ما كانش لي رغب يقول انت رح تقول ابنك مات في يقاب عايز يعني يغطي على الموضوع يقاب يعني او ما كانش لي مزاج ان دا يروح لانه عارفه بيحب داود قوي فقال له يقاب ما أنت صاحب بشارة في هذا اليوم في يوم آخر تبشر وهذا اليوم لا تبشر من أجل أن ابن الملك قد مات قال له ابن الملك مات هترح تبشر وتقول له ايه هترح تخبر وتقول له ايه لكن وقال يقاب لكوشي راجل من أسيوبيا يعني اسود اذهب واخبر الملك بما رأيت فسكد كوشي ليقاب ورقت راح جرى برضك أخي ميعص ابن صدوق قال ليقاب مهما كان لما تعمل ايه دعني أجري أنا أيضا وراء كوشي الحجري وراء فقال يقاب لماذا تجري أنت يا ابني وليس لك بشارة جازي هتجري تبشر بايه هتجري تبشر بايه قال مهما كان اجري فقال له اجري فجرى أخي ميعص في طريق الغور وصبق كوشي يعني يظهر كان عارف طريق مخترصر وهو معروف عنه السرعة فأيه جرى وسبق كوشي وكان داود جالسا بين البابين وطلع الرقيب إلى سطح الباب إلى السور ورفع عينيه ونظر وإذ برجل يجري وحده فنادى الرقيب وأخبر الملك فقال الملك إن كان وحده ففي فمه بشارة وكان يسعى ويقرب أخي ميعص تقريباً لصحاها اللي فات كان داود كان فيه الاتنين كهنة جوبنا دوه وقالوا لأخي ميعص اجري بلغ داود قوله ما ينامشي في المحلة الليلة فجرى وبلغ ونجح وجات الجريا دي بفايدة النهاردة أخي ميعص جرى من فكره بنمخه وصل بنمخ فطبعاً ما حصلش أي بشارة عدلة للملك جريه وتعبه بدون فايدة طب إيه اللي نعرفه كده نعرف لما إحنا الأب الكاهن يديني ما أخذ مشهورته يبقى حياتنا تمشي في نور وتأتي بفايدة وبنتيجة لكن لما أعمل حاجات من نفسي حتى لو كانت حاجات صالحة يعني هو الراجل كان نيته جميلة عايز يفرح داود والهدف نبيل لكن كان من غير مشهورة مشهورة نفسه فما عملتش حاجة ما أثرتش حاجة يبقى أنا في حياة الروحية لما أسلك لما أسلك بمخي بفكري ها هتعلق بين السماء والأرض زي بشلوم لأن الشعر بتاعي بشلوم دا دا يرمز للفكر الفكر ما هو في الراس يبقى أنا حتى لو كنت يعني تلاقي واحد يقولك إيه أنا حصوم طي ثلاث يام أربع وخميز جمع طب سألت أبع اعترافك لا سألت مرشدك لا طب ربما ربما دا جاي من ذاتك أن أنت عايز تثبت لذاتك وللناس أن أنت صواب يبقى ضربة شيطانية أفكرك بالقصة القصة بتاعت كان فيه راهب ناسك في الدير وابتدى يصوم طي لوحده لدرجة أنه كان بيصوم أسبوع وصل أنه يصوم أسبوع لا مية ولا أكل وابتدى يتفعل حس بين إخواته بالرهبان ما هي دي مشكلة سادة قولي لو لا أنهنا ما بنفرحش بنفسنا وبنتكبر كربنا عطانا نعم كتير ده ربنا نفسه يدينا بس إحنا ما بنستحملش لو ربنا عطاني فسفوسة نعمة كده أجري شايفين أنا عمالتي ألمح أباين لده أباين لده فربنا يقول لك لا لا خليك كده لما تقدر تستحمل تستحمل أديك فده بقى كان صام أسبوع وقعد يصوم كده وابتدى يلسن فرئيس الدير أباين أعترافه جاء له يوم الجمعة العظيمة قال له تروح تجيب فرخة وتحمرها وتأكلها قال له تتكلم ده يا أبونا تتكلم قال له تروح تجيب فرخة وتحمرها وتأكلها الساعة كانت نشر الدور اللي هو في حز صلبوت رب المكن وقعد ده في الألايا حمرها والريحة طبعا تلعد في الدير والرهبان صايمين بقى لهم 53 يوم وابتدع برح إيه رئيس الدير ساب الصلاة ودخل له عليه في الألايا لقى دموعه دموع غزيرة نزلة من عينه قال له خير لك أن تأكل بدموع وانت حاسس بخطيطك أحسن ما تعد تتفاخر بسومك أسبوع قال له وقف وروح صال ف السلوك تحت إرشاد أبا لأتراف مهم جدا أبا لأتراف ممكن أنت تروح تقول له أبونا أنا حصال لي المزامير كلها صلاة كذا وكذا كذا هو هيقول لك إيه هيقول لك كيف هي تلاته إيه ده أنا أقول له كلها ويقول لي تلاته هو ليه نظرية لأنه عايزي رأيك درجة درجة لكن لو واحد ابتدى بيم وحن ييجي يقع أو جاله فطور هيقع على الوقع دي كلها هيقع على الوقع دي كلها هيقع كل ده هيقع عليه ف أنا أسف ف لا ينبغي أن يرتقي الإنسان فوق ما ينبغي لا ينبغي أن يرتقي الإنسان فوق ما ينبغي أنا ليه بقول لك الحكاية دي وبقولها نفسي علشان نخضع لأباءنا في الاعتراف وإن كنا مقصرين جدا في المهجر في الاعتراف ما عرفش لين لكن كل واحد يرجع لأبوه يسأله في كل حاجة كل حاجة في الحاجة الصالحة والحاجة اللي في حياتك والحاجة اللي مش في حياتك حتى لو حاجة نبيلة يعني أخي ميه عزة راح عشان يقول للملك انتصرنا هو في أحلى منك انتصرنا قضينا على أعدائك لكن كان غير مشهورة فداود لم يلتفت لم يلتفت ثم رأى الرقيب رجلا آخر يجري فنادى الرقيب البواب وقال له هذا رجل يجري وحده فقال الملك وهذا أيضا مبشر وقال الرقيب اني أرى جري الأول كجري أخي ميعس بن صدوك فقال الملك وهذا رجل صالح يعني مشهور لأخي ميعس أنه صالح ويأتي ببشارة صالحة فنادى أخي ميعس وقال للملك السلام وسجد للملك على وجهه إلى الأرض وقال مبارك الرب إلهك الذي دفع القوم الذين رفعوا عيديهم على سيد الملك داود مهموش الحتة دي فقال له فقال الملك أسلام للفتى إبشالوم فقال أخي ميعس قد رأيت جمهورا عظيما عند إرسال يقاب الملك عبد الملك وعبدك ولم أعلم ماذا يعني اضطر أنه هو يتراءة علشان ما يجاوبوش وإزبو كوشي قد أتى وقال كوشي ليبشر سيدي الملك لأن الرب قد انتقم لك اليوم من جميع القائمين عليك فقال الملك لكوشي أسلام للفتى إبشالوم فقال كوشي ليكن كالفتى أعداء سيدي الملك وجميع الذين قاموا عليك للشر قال له يعني كلهم راحوا كلمة إبشير تكررت في الإصحاح ده تسع مرات والجري تكرر حوالي 12 مرة يبقى إيه لك قد إيه لناس بتجري 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 بتتكلم بتتكلم لكن مفيش حاجة هي بتبقى مصمرة فانزعج الملك وصعد إلى علية الباب وكان يبكي ويقول وهو يتمشى يا ابني أبشالوم يا ابني يا ابني أبشالوم يا ليتني مت عوضا عنك يا ابشالوم ابني يا ابني صورة حزينة جدا جدا للملك داود لكن في الحقيقة صورة معزية لنا لأن ابشالوم هو أنا وإنت ابشالوم مش ابن داود ابشالوم ده أنا وإنت لما بنقع وبنعمل خطية نحزن قلب الله الآب اللي بيبكي علينا لأن احنا وقعين في خطايا ومش عايزين نتوب فيقعد يقول لك يا ابني توب يا ابني توب قلب ربنا حنين جدا واضح في صورة داود وداود قال يا ليتني مت تعاوضا عنك ولا تعمل حاجة يا داود داود لو مات عن ابشالوم ما كانش يفيده لكن احنا محظوظين ان ابن داود رب المجد مات عننا فأعطانا حياة أبدية ابن داود لما مات عننا أعطانا أعطانا خلاص أبدي ابشالوم رمز للإنسانية الساقطة لما تشعلق بين السماء والأرض أخطأ فاستحق عشر سهام يموت بيها وإحنا كسرنا العشر وصايا ابتها ربنا مين فينا ما كسرهمش وصايا ربنا احنا بنكسرهم فاستحققنا الموت فلم يأتي داود النبي ليقيمنا أو ينفعنا ولكن بالحري جاء رب المجد يسوع بنفسه ليموت عنا ويدفع عننا الموت والشر الموت الأبدي ويعطينا حياة أبدية لإلهنا كل مجد وقرامة من الآن على الأبد أمين